حصار خانق تفرضه قوات الحكومة السورية على مدينة تنرفعة ومنحيطها ومناطق بريف عفرين المحتلة شمال غرب سوريا اذ تمنع ما تسمى بالفرقة الرابعة بقوات الحكومة دخول المواد الغذائية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية والمحروقات لسكان المنطقة والموجودين فيها من مهجري عفرين منذ اربع سنوات المنطقة التي دمرت بنيتها التحتية بنسبة ستين في المئة خلال سنوات الحرب يتزامن حصارها مع استمرار تعرضها للقصف من قبل الاحتلال التركي والفصائل الارهابية التابعة له بين فترة واخرى رغم انها كانت وجهة المهجرين قسرا من عفرين المحتلة عام الفين وثمانية عشر حيث يقطن المهجرون منازل شبه مدمرة في مخيمات تفتقر معظم اساسيات الحياة هي كل من مخيم سردن بريف ترفعة ومخيمات برخدان والعود والشهباء بريف عفرين وفي مناسبات قليلة تمكنت الادارة ذاتية لشمال وشرق سوريا من ادخال مساعدات انسانية الى هذه المناطق بعد دفع مبالغ مالية كبيرة لقوات الحكومة التي تقوم باقتطاع نصف كمية المحروقات الداخلة الى تلك المناطق رغم ان الكميات الواردة لا تسد اكثر من ربع احتياجات السكان فيها كما فرضت الفرقة الرابعة مبلغ خمسة ملايين ليرة على كل سيارة تحمل الادوية والمواد الطبية للسكان والمهجرين هناك حيصار هذه المناطق اسفر في تموز الماضي عن فقدان اربعة اطفال ومسن لحياتهم جراء منع قوات الحكومة سيارة اسعاف تابعة لمشفى افرين من نقل المرضى الى مدينة حلاب بسبب نقص الادوية والمستلزمات الطبية في المستشفى الذي يزوره يوميا قرابة اربعمائة شخص كما تسبب نقص الادوية وحليب الاطفال الذي تمنع الحكومة دخوله بالكثير من الامراض وخاصة حالات سوء التغذية الحاد اذ تبلغ الاحتياجات اليومية من حليب الاطفال قرابة ستة عشر الف علبة الاجراءات التعسفية التي تفرضها قوات الحكومة السورية على السكان والمهجرين في تالرفعة وريف عفرين تصاعدت مع بداية العام الحالي وشملت ايضا حيي الشيخ مقصود والاشرفية في مدينة حلاب ما ينذر بكارثة انسانية كبيرة لسكان هذه المناطق والمهجرين فيها في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية اصلا في المناطق كافة